افتتح وزير الزراعة الدكتور تيسير اسماضي في حضائق الحسين بعمان فعاليات مهرجان الزيتون الحادي عشر الذي نظمته الوزارة على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية وقد درجى على إقامة هذا المهرجان سنوياً لتشجيع المزارعين ومنتجي زيت الزيتون لعرض منتجاتهم وتسويقها ضمن أفضل الطرق حيث يخلق فرصة للمواطنين للإطلاع على أنواع ثمر الزيتون سواء كان للتخليل أو للزيت فضلاً عن الصناعات التقليدية كالصابون وغيره وقد شارك في المهرجان ما يقارب مئة منتج ومزارع مجمعية ومعصرة زيتون عرضوا خلاله إنتاجهم من مختلف مناطق المملكة كما شاركت موسيقات القوات المسلحة الأردنية بتقديم معزوفات وطنية أطفت على الاحتفال جواً مميزاً من الفرح والبهجة